إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم مع أحد المتابعين من السعودية الأفاضل وهو زارع النجيلة جديد وبعدين النجيلة الجديدة تتسبب شوية علشان البلطات ما بتكونش مسكة كويس وأول ما نتأكد ان البلطات مسكت كويس بنبتد نقصها فهو هنا الأستاذ خالد يعني يجاب حد أصله النجيلة زي ما حضركم شايفين كده ولكن المشكلة طبعا انه هو قلق وحنسمعكم صوته والفيديو يعني في صوته بصوا حضراتكم هو قصها تقريبا على أربعة درجة أربعة ففيه حتة بقعت زي ما حضركم شايفين كده فهو الرجل قلق قلق ان هي تكون النجيلة كده يعني ماتت في مشكلة بازت على فكرة المكانة دي هندا المهم حضراتكم تقصت كلها وبقى فيها بقع زي ما حضركم شايفين كده شايفين البقع لان طبعا فيه النجيلة فيه عالي وواطي وفيه مطبط فهو الراجل يعني مستغرب هو انا طبعا بيقول كده كويسة ولا الفيديو اللي جايدة ما حيستغرب بقى حضراتكم سلام عليكم كو الحال ام هدوس حمد يا خا اشوف هاليوم صفرت بزيادة المحلات هو طبيعي كده انها تصفر صفرت على أمس ان اليوم ما انا مشغلت الموية وزي ما حضراتكم سمعتم كده ان هو الرجل الآن وبيسأل هو ده طبيعي ولا مش طبيعي فانعايز اقول لحضراتكم والفيديو انا عامله عشان الحتة دي ان ده طبيعي لان حضراتكم النجيل غالبا غالبا ان الارض بتاعته او النجيل نفسه ما بيكونش متساوي فبيحصل ايه بقى حضراتكم الحتة بقى العالية الماكنة بتاخدها فبتصفر زي ما حضراتكم شايفين كده فده طبيعي لو لقيت بعد القص اول مرة ان فيه حتة صفرة ده طبيعي ودي حضراتكم الاصل لمعديها ومشاء الله اللي اخواتي اللي بالله هنسمع دلوقتي منه ان هو هيقول ان هي بدأت تزبط يعني ان نجيلة بدأت تزبط مش زي اول مرة حنسمعكم صوت حضراتكم وزي ما سمعتم كده حضراتكم من استيس خالد ان النجيلة بدأت تزبط فانا عايز اطمن حضرتك ان ده طبيعي ان بعد اول قصة تلاقي فيه اماكن صفرة وفي النهاية نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وان شاء الله تستنون الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته